فاهمني أنا بقابل ناس كتير بتشتغل في الصناعة بتاعيكم دول دي كل واحد يقابلني يقول لي التهريب هو ليه التهريب ما بيقافش أو ما بيقلش هقول لي سيادتك بقى التهريب ماشي ازاي وطبعا بعدها ما هصلع ممكن ناس تقتلني في الموضوع ده لو تقتلك ليه ما دي بيوت بتتقفل التهريب بيتم أولا انت محتاج انك انت تبعت فلوس ليه اللي هيهرب لك طيب ما فيش فلوس بتطلع اللي هيهرب لك طب ازاي ما فيش فلوس بتطلع كله ماشي عن طريق المصريين العاملين في الخارج الفلوس بتاعتهم بدل ما بتيجي على مصر بتروح بيروحوا لمكاتب بتدي لهم اه 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 اكسشانج ريت افضل اه يعني لو الدولار بعشرين ياخد باثنين وعشرين مسلا مسلا فلنفرد ببعض العاملين في الخارج وبالتالي يضمن انه هذا المكتب هو بيجي يديله الدولار مثلا في دبي المكتب له افلييشن في قاهرة ممثل ممثل في القاهرة الممثل اللي في القاهرة ده يدي لأهله الفلوس فهم يبقوا دفعوا فلوس الهدوم اللي حتيجي تتهرب باشي تحت امرك فبالتالي بعد كده بقى بيجي بقى المستورد او المهرب اللي عايز يهرب بضاعة عايز يهرب بضاعة من برا المصر بيروح لمكتب من المكاتب دي اللي هي منتشرة وموجودة في حتة كتيرة في القاهرة يعني بيروح يجي يقول له ايه ادي الفلوس المصري هتسلمها لي في البلد الفلانية الخارجية مفهوم خلاص فهمنا الفلوس تطلع ازاي انا اللي مجنني هي البضاعة بتدخل ازاي البضاعة بقى بتخش بكذا طريقة يعني معاش لو المفروض اقول على مواني بعينها دا مش مواني بعينها يعني بس هو فيه مواني متخصصة في التهريب اه طبعا طبعا صحيح الكلام ده هو قال لي منتين اه فيه اتنين مواني متخصصة في الكلام ده يعني مفيش تهريب بيتم من ميناسكندرية مثلا مستحيل محكمة وكل حاجة موجود عليها فيه مواني تانية شغالة اساسا لذلك لا بييجي بقى مش مش كنتينر بييجي التراك من معدية انا بس بقى عشان الحدق يفهم مش بمركبة لا بمعدية من دولة شطيقة ليوصل التراك وبيعدي عادي خالص وبيعدي ويروه مساء الخير يا ريس فضل بالضبط كده هو عارف بالتحديد اه ومعنى كده ان هم بيدفعوا فلوس على في المواني دي عشان يهربوا بيصعوا فلوس عرجوك ما تقولش كده بيدفعوا فلوس تهريب طب طب ايه هي كمية دي عادي دي عادي دي عادي دي عادي هي كمية يعني تعمل فرق التجار بيجوا يستلموا البضاعة بتاعتهم ملهمش دعوة يستلموا بضاعتهم في محلهم بالباب للباب تسليموا فتاح طبعا from door to door يعني راجل ببيع متهرق طيب يدفع الفلوس مصري هنا وهيستلم من الراجل البضاعة هنا طب انا دلوقتي فيه تلات مراحل غراب المرحلة غراب بتاعت الفلوس ماشي مش صعبة المرحلة بتاعت الحاجة تهربت ودخلت من الحدود من غير ما حد يقول لها مساء الخير ماشي تمام دي غريبة دي اغرب بقى من الفلوس الاغرب واغرب الراجل ده بيحط هدوم ازاي في المحل ولا ليها بقى لا سجل تجاري ولا ليها دفع عليها جمارك ولا ليها ضرائب وما حدش بيقول له انت جاب الهدوم دي الراجل ده مش بيبيع في السر اكيد بيبيع في السوق دي الكرسة ان اللي ماشي عدل بتحاسب جامد جدا المحلات النظامية المزبوطة فتلاقي الاسعار اللي فيها غالية ليه علشان بيتكلم الشباب بقى اللي موجودين عند سيادتك اللي سألتهم قول لهم بقى لو في واحد فيهم استلم فطورة لو واحد فيهم ان شاء الله نقابلكو برضو قريب يكون التصدير زاد مشاكلكو تحلت واكيد في المؤتمر الاخصالي دي انتوا هتبقوا موجودين تقدروا تعودوا مع الحكومة ورئيس الوزراء وتعرضوا مشاكلكو دي وان شاء الله نقدر نغطي السوق المصري مش لازم يبقى كله مصري طبعا كل سوق في العالم فيه جزء مستورد عادي جدا بس نقدر نوفر للمواطن المصري جودة جيدة وسعر جيدة انا بحلم بالقميس والبدلة السعراء مناسب والتيشرت والجينز المناسب المصري وانا واثقة لو احنا اشتغلنا على زراعتات الاقطان بتاعتنا بطريقة مميكنة وبمية أقل لا مش بمية أقل بس بمية معالجة طبعا وبالتنقيد احنا بينا شطرين في موضوع المعالجة نخلص الامور دي بلدنا هتطور اكيد اشتركوا في القناة